اشتركوا في القناة الاهالي فيها ويسعدنا ان يكون ضيفنا هو الاستاذ الحسن علي خليفة الباحث الاجتماعي واحد الشباب القيادات الشبابية بالقرية اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بحضرتك اصداد عبدالله بنرحب بيك وبنرحب بتلفزيون اليوم السابع النافذة المضيئة العظيمة اللي بتنجل الواقع من كل انحاء مصر كل الشكر والتحية والتقدير لكم على انكم متواجدين معنا ومتواجدين في كل نقطة مضيئة موجودة في ارجاء المحروصة من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها كل التحية لكم على كل اللي بتقدموه لمشاهدينكم في كل مكان تحية لكم وتحية لمشاهدينكم في كل مكان احنا بحمد ربنا النهاردة موجودين في دائرة الوحدة المحلية لقرية اقليت وبالاخص بالخصوص كده في قرية اقليت احنا بحمد ربنا كان لنا حظ عظيم جدا جدا اننا نكون من القرى اللي حتكون ضمن المبادرة الرئاسية العظيمة حياة كريمة هذه المبادرة اللي اطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون قبلة الحياة للقرية المصرية بعد ان تركت القرية المصرية لفترات طويلة تعاني من مشكلات ومن نقص في الخدمات ونقص في الحاجات الاساسية ونقص في كل شيء القرية المصرية التي نقول عنها دائما هي الاساس لكل شيء وهي الاساس في كل شيء النهاردة حياة كريمة بمعنى الكلمة سوف تغير وجه الحياة في القرية المصرية حياة كريمة المقصود منها والهدف الاساسي منها ان ترتقي بالمعيشة للمواطن في القرية المصرية احنا لو تكلمنا عن الحالة عندنا في قرية ايجليت القرية كان محتاجة لخدمات كتير جدا قرية ايجليت من لو قلت عنها من اقدم القرى الموجودة في جمهورية مصر العربية فانا لا ابالق في ذلك القرية هي هي مركز ويعني كانت متأصلة فيها المصالح الحكومية والادارة المحلية لو قلنا من القرن التسعتاشر مش بنبالق في ذه ولكن على مر العصور والازمنة يعني حدث نوع من الاهمال وعدم التجديد وعدم التطوير وعدم اضافة يعني المؤسسات التي يحتاجها المواطن والمصالح التي يحتاجها المواطن ولكن جاءت حياة كريمة لكي تغير وجه الحياة هنا في قليت باذن الله تعالى في كل مناح الحياة لو تكلمنا عن قطاع مهم جدا 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 وهو من اول اولويات ومن اهم اولويات هذه المبادرة وهو قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب النهاردة احنا كانت امنية من امنياتنا جميعا على مدار وقته طويل جدا ان البلد يحصل فيها مشروع صرف صحي احنا النهاردة بنعاني من سنين طويلة من ارتفاع نسبة المياه الجوفية في الارض عندنا في قرانا في دائرة الوحدة المحلية لقرية جليت وده نتج عن طبعا ان كان هناك المشروعات الزراعية العملاقة التي قيمت في الستينات والسبعينات والتمانينات في مناطق واد النجرة وفي ودي خريط وفي منطقة المؤسسة شرق منيحة كل هذه المشروعات الزراعية التي قيمت في هذه الازمنة احنا المستوى منخفض في الارض عن هذه المناطق فطبيعي جدا المياه الجوفية ترصبت في الارض عندنا واصبحت يعني من نسبة كبيرة جدا الارض متشبعة بالمياه الجوفية مما اثر بالسلب على حياة المواطنين وحياة الناس النهاردة احنا المياه الجوفية في بطن الارض والارتفاع منسبها في بطن الارض ده بيأثر على المباني وبيأثر على حياة الناس وعلى حتى الزراعة وعلى حتى حاجات كتيرة في حياتنا تمام في القرى في قريتنا وفي القرى المجاورة لنا وده كان اللي يبالغ الاسر على الناس وكان الناس امنيتهم في سنين طويلة خالص خالص تمام مشروع الصرف الصحي يدخل في قرية اجليت وتوابعها حاجة تانية النهاردة غطاع مياه الشرب يعني ده غطاع مهم جدا وغطاع ماسس لكل الناس النهاردة احنا عندنا محطة اسمها محطة فطيرة ودي المحطة الامة او المحطة الرئيسية اللي بتغزي يعني مركزين مركز نصر النوبة طبعا بتعمل والان هي في حاجة الى محطة بديلة او محطة تعمل بجوارها تمام علشان تخفف الضغط عليها وتستوعب يعني اتساع الرقعة السكانية في مركز كومومبو ونصر النوبة فبحمد ربنا باذن الله المبادرة هيكون في ضمن اهتمامتها انها يعني تنشئ لنا محطة جديدة في منطقة فطيرة باذن الله الحاجة المهمة ايضا ان النهاردة احنا في امسل حاجة دايما بنقول اذا اردت التنمية فعليك بالطريق تمام النهاردة من ضمن المبادرة ايضا هناك اه يعني بحمد ربنا اه مسافات طويلة هيتم رصفها من الطرق تمام وايضا الطرق الداخلية يعني اه برضو هتترصف وحاجة تانية ايضا اقطاع مهم جدا هو قطاع الكهرباء طبعا هيحصل احلال وتجديد للشبكة الكهرباء الموجودة في القرى في قرية قليت والقرى المجاورة لها وايضا اه غطاع مهم جدا 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 لو تكلمنا عنه وقتنا مش هيكفي غطاع الشباب النهاردة يعني الشباب دول وحنا من بداية عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحنا بنقول احنا مش بنعيش عام الشباب بس احنا بنعيش عهد الشباب وعصر الشباب لان سيادة الرئيس مؤمن ايمان عظيم جدا ان الصروة الحقيقية في هذا الوطن هي صروة الانسان وبالاخص الشباب وطن بلا شباب هو وطن بلا مستقبل الشباب لهم حظ عظيم جدا جدا في هذه المبادرة الشباب يعني مجموعة يعني يعني حاجات كتير هتتعمل من ضمنها تطوير مراكز الشباب وايضا تطوير الملاعب في دائرة الوحدة المحلية القرية جليت وايضا يعني اضافة حاجات جديدة في مركز الشباب زي صلاة الالعاب الرياضية والتطوير وانشاء يعني الملاعب وايضا عمل صور للملعب الموجود وحاجات كتيرة جدا هزيه المبادرة سوف تعنا بها هزيه المبادرة دعني اقول لحضرتك السيد عبدالله كل المجالات لم تترك شيء احنا النهاردة واقفين هنا في المجموعة الصحية لقرية جليت هزيه المجموعة الصحية التي انشأت في عهد قديم عهد بعيد من سنة 1948 ولم تمتد يد التطوير اليها تمام الا الان والان احنا دلوقتي شايفين ورانا طبعا المنظر بيحكي اكتر مني بكتير النهاردة التطوير واللي يعني انشاء الوحدة الصحية في قرية جليت والعمل زي ما انتم شايفين حضراتكم تمام النهاردة المواطن النهاردة كان علشان يروح اقرب مستشفى مركزي ولا اقرب وحدة صحية بيروح القرية النهاردة الدولة بتوفر لك يعني وحدة صحية او وحدة طب اسرة تمام بتبقى شاملة فيها كل حاجة متطورة حسب يعني اللي احنا بنعيشه في هذه الايام عندها قدرة استيعابية لعدد مواطنين اكتر يعني زي ما انا قلت يعني هي الكاميرا بتتكلم اكتر مني دي زي ما انتم شايفين كده الايادة التطوير في كل مكان احنا كل مكان بنمشي فيه في مصر النهاردة بنلاقي مدرسة جديدة بتتبني بنلاقي وحدة صحية جديدة بتتبني بنلاقي مركز شباب جديد بيتبني بنلاقي مكتب بريد جديد بيتبني مع اننا في وقت طويل جدا كنا بنطالب بالحاجات دي كنا بنقول وبنصوت ونقول يا ناس احنا محتاجين وقرانا محتاجة الريف المصري يستحق الكثير والكثير الريف المصري تهمش كثيرا الريف المصري سعيد مقولتي التي قلتها في البداية أن الريف المصري هو الأصل في كل شيء القرية المصرية هي الأصل لكل شيء والنهاردة يد التعمير ويد التطوير ويد حياة كريمة امتدت للقرية المصرية علشان ترتقي بالناس وعلشان تقدم حاجة عظيمة للناس افتقدتها كتير النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي ابن مصر البار الأصيل أول تطوير حقيقي يدخل القرية المصرية بهذا الحجم وبهذه الميزانية وبهذا الرصد العظيم لكافة مشاكل البيئة وكافة مشاكل المجتمع القروي والمجتمع الريفي تمام لم يسبقوا أحد لهذا وهذه بادرة عظيمة منه حقيقة هو ابن مصر البار وابن ريف مصر البار لأنه تذكر هذا الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر